ريبيكا بليك فتاة بريطانية الأصل تبلغ من العمر 29 عاما تتهمها شرطة دبي بممارسة الجنس خارج إطار الزواج في سيارة أجرة مع الأيرلندي كونور ماك ريدموند في شهر مايو أيار الماضي بينما كان في حالة سكر تهمة يرفضانها ويقولان إنها من وحي خيال سائق سيارة الأجرة هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها غربيون مقيمون في دبي بخرق قانون الحشمة وفي حين يشكل الأجانب القادمون من بلدان أوروبية وأمريكية وأسيوية أكثر من 90% من سكان الإمارات العربية المتحدة إلا أن احترام القوانين المتعلقة بالأداب والسلوك العامة يبقى أمرا شائكا بالنسبة لهم بحسب المراقبين ميشيل بارمر وستيفن شريف اتهماهما أيضا بإقامة علاقة جنسية على شاطئ الجميرا عام 2008 قبل أن يرحلا من البلاد كنا نتبادل الحب بشكل مفرد في بلد يعتبر هذا التصرف غير قانوني من الواضح أن هذا شكل اختراقا للقانون والقد تمت معاقبتنا على هذا الأساس وإن ثبتت التهمة ضد ريبيكا بليك وكونور ماك ريدموند فهما قد يواجهان مصير السجن لثلاث سنوات قبل الترحيل ولقد أرجأت محكمة دبي جلسة الاستماع إلى المتهمين ومن المنتظر أن يصدر الحكم في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر